اشتركوا في القناة وصماه بوبكر تيمنا بجده ولد بوبكر اعمى وقد حاول والده بكل ما اتي من مال وجاه ان يعالجه ولكن محاولاته لم تثمر وبعد ان جاب كبريات المصحات في اوروبا وامريكا استسلم لقضاء الله وصار يركز كل جهده على توفير المناخ الملائم لهذا الطفل حتى يستطيع التغلب قدر المستطاع على عاهته خصه بالمربيات الاكثر كفاءة ولما صار في سن التعلم جعل له معلمين يدرسونه في البيت وقد مكنت تلك العناية الفائقة التي يحظى بها بوبكر من ان تكشف عن ذكاء حاد كان يتمتع به الفتى كانت له قدرة خارقة على الحفظ والتحصيل كثيرون هم الذين قالوا ان عدم ابصاره زاد من قوة ذاكرته بعض من من تولوا تعليمه يذكرون انه لم يكونوا يوما بحاجة الى تكرار الدرس في سن السادس عشر نال بوبكر بن عبدالله النصراوي شهادة الباكالوريا والتحق بكلية الاقتصاد حيث كان من بين الطلبة الذين تميزوا وتفوقوا وبما ان والده كان يوفر له كل الامكانيات المادية فقد ارسله بعد ان حصل على الاجازة الى الولايات المتحدة الامريكية لتحضير شهادة الدكتوراه وقد كان مثار اعجاب وتقدير من قبل اساتذته خلال السنوات التي قضاها في امريكا تعرف بوبكر الى عدة فتيات ومنهن فتيات مغربيات كنا تدرسن في الولايات المتحدة الامريكية بعض منهن لم تخفين الرغبة في الارتباط بالشاب الضريب ولكنه كان يتوجس من نواياهن ولذلك لم يكتب الاستمرار لاي من تلك العلاقات عاد بوبكر الى المغرب حيث لازم والده يساعده في تدبير اعمال الاسرة كانت بالنسبة للشاب الضرير فرصة اطلع خلالها ودون اخوته على اسرار وخبايا النشاط التجاري الذي كان يزاوله والده في حياته اليومية كان الضرير يعتمد منذ ان عاد الى المحمدية على والدته ولما توفي والده عبدالله النصراوي حل بوبكر محله قام بتصفية الشركة واعطى كل وريف حقه وانشأ لنفسه شركة جديدة كانت العناية التي يلقاها من والدته اذ كانت تكفيه كل حرج قد عززت لديه امتناعه عن الزواج ولكن العمر تقدم بوالدته وصارت عاجزة عن الاعتناء به وذات يوم جاءها الاجل المحتوم ورحلت الى دار البقاء لم يحزن بوبكر قط مثل ما حزن على فراقها الان فقط صار وحيدا يعلم معنى العسلة كانت تجارته رائجة وقد وجد في كاتبة والده سيدة منيرة خير معين كانت الوحيدة التي يمنحها ثقته كانت في العقد السادس من العمر ولكنها حافظت على حيويتها ونشاطها وكانت تعتبر بوبكر بمثابة الابن منها تساعده في المأكل واللباس فضلا عما تقوم به في المكتب وقد جاءته يوما تعرض عليه توظيف كاتبة اخرى تساعدها فوض لها الامر عهد بوبكر ايضا الى احد المهندسين ببناء بيت جديد كان يلح على ان يتم تجهيزه باحدث وسائل التكنولوجيا التي تتيح لضرير مثله ان يتحرك دون التعرض لاذى في جملة ما اقترحه التحكم عن بعد في الابواب وتفاديا لازعاج الخادمات اللواتي يعملن في البيت فقد طلب فتح نافذة في غرفة نومه تتيح لهم النظر والتأكد مما اذا كان موجودا دون الحاجة الى الدخول الى الغرفة ذات صباح بينما كان يتلمس طريقه الى مكتبه مر بمكتب السيدة منيرا بعد ان سمعها تتحاور مع امرأة اخرى وما ان توقف بباب المكتب حتى بادرته بان الفتاة من المرشحات لشغل وظيفة الكاتبة الجديدة كانت الفتاة تتحدث عن الوضعية الاجتماعية لاسرتها سمعها بوبكر وهي تتحدث عن صعوبة الظروف التي تجتازها اسرتها بعد ان افلست الشركة التي كان يعمل بها والدها لما انتهت المقابلة دع بوبكر السيدة منيرا الى مكتبه وطلب منها ان تتولى شخصيا التثبت مما كانت تدعيه الفتاة بشأن اوضاع اسرتها بعد يومين جاءته تؤكد انها علمت بوسائلها الخاصة ان الفتاة لم تكن تكذب اذاك امر بوبكر بتوظيفها وكانت السيدة منيرا قد اطلعته من قبل على الكفاءات العلمية التي تتمتع بها في الاسبوع التالي تسلمت الكاتبة الجديدة مهامها اسمها عليا تامر كانت فتاة اضطرها فقر عائلتها بعد فقد والدها لعمله الى الانقطاع عن كلية الحقوق حيث كانت تتابع في السنة الثانية ولتبحث عن فرصة عمل كانت في اوقات الفراغ تنكب على مراجعة الدروس على امل اجتياز اختبارات نهاية السنة ابهرت عليا سيدة منيرا بتفانيها في العمل كما بدى انها فتاة ذات خلق انقضت فترة التدريب التي تحددت في سنة وكانت السيدة منيرا على اقتناع تام بان الانسة عليا تستحق ترسيمها وقد اثار انتباه بوبكر ذلك الانسجام الذي حصل وبسرعة بين سيدة منيرا والانسة عليا ولانه كان يضع كامل فقته في سيدة منيرا فانه فسر ذلك التجاوب الحاصل بينهما بانه ربما كان باب امل بدأ يسر في فكره حلم الزواج وقد احس بان عليا ربما كانت الفتاة التي تعذر لقاؤها من قبل لتكون نصفه الثاني في الواقع لم تكن السيدة منيرا بمنعا عن هذا الامل الذي انبعث من جديد في نفس بوبكر ذلك انها جعلت الانسة عليا وتحت اشرافها تتولى شؤون اطعامه فكر الثري الضرير في الامر كان يتساءل هي تتولى الطعام وبعضا من الشؤون الخاصة فلما لا تقوم بما تقوم به باعتبارها زوجة طلب بوبكر من امينة اسراره يا سيدة منيرا ان تجس النبض وان تسعى الى استكشاف رأي عليا في الزواج منها لم تكن الشابة تصدق ولكن الحاح منيرا جعلها ترى ان الامر جدي خطبها بوبكر من ابيها وبعد الزواج بنى لأسرتها بيتا في حي عصري كما انشأ لوالدها تجارة تبدلت احوال عليا سريعا صارت الان حرم السيد بوبكر النصراوي رجل الاعمال المعروف صارت ترتدي من ثياب فاخرها وصارت لها سيارة فارهة في ظرف عامين صارت عليا من سيدات المجتمع المرموقات في المحمدية كان بوبكر يبدو سعيدا ومع ذلك فان ما كان يقلقه هو الذي تعود على تتبع كل صغيرة وكبيرة في البيت وفي العمل ان بالبرنامج اليومي لزوجته ساعات ثلاث لم يجد بعد سبيله لمتابعة ما تقوم به اثناءها كان ذلك من الامور التي تؤرقه وتؤجج بداخله اسئلة كثيرة وبعض الغيرة انتهز فرصة سفره وحيدا الى الولايات المتحدة الامريكية وبما انه كان يعشق كل جديد في المجال التكنولوجي وبشكل خاص ما يمكنه من تخط العقبات التي تشكلها اعاقته فقد اشترى هاتفا نقالا لاهدائه الى زوجته لم يكن هاتفا عاديا اذ تم تجهيزه بشريحة الكترونية تتيح لبوبكر ان يتنصط على كل المكالمات التي تجريها زوجته بل وان يحدد الاماكن التي ترتادها فرحت عليا بالهدية ولم تكن تدري انها صارت تحمل معها اذنا لزوجها بوبكر هو يعلم انها صارت من سيدات المجتمع المعروفات في مدينة المحمدية وهو يعيب ان الانشطة الاجتماعية التي تقوم بها تتطلب وقتا ولكنه يعلم ايضا ان الساعات الثلاث التي تغيب فيها عليا عن البيت وعن المكتب وعن العمل الاجتماعي تقضيها في مكان ما رفقة احد ما لغايات ما كان الشك ينخر اعماقه ولعله لم يحس من قبل بما يحس به الان من عجز صحيح انه بمقدوره ان يستأجر من يتقفى خطوات زوجته التي تحلق بعيدا عن عشي الزوجية كما يظن ولكنه كان يرفض ان تعرض قضاياه الشخصية والحميمية على رصيف الفضوليين ولذلك قرر بوبكر ان يتولى الامر بنفسه كان تحديا جديدا عليه ان يرفعه فاذا كان لا يبسر فانه يؤمن بان العمى عم القلوب وان لديه من الذكاء والدهاء ما يجعله يستطيع رفع التحدي كذلك كان يردد في قرارة نفسه استغل سفرا قام به منفردا الى الولايات المتحدة الامريكية في لوسانجلوس حيث كان يدرس التقى باصدقاء قدامى واثناء تلك الزيارة كان حريصا على الاطلاع على احدث ما تم التوصل اليه من تقنيات الذي كان يهمه بالاساس كل ما يساعده على تذليل العقبات التي تمثلها اعاقته علم ان في جملة ما استحدث في تقنيات التواصل هاتف النقال يتيح تحديد مكان حامله وبما انه كان غير مبسر فقد طلب تكييف الهاتف بتجهيزه بشريحة الكترونية تمكنه من التنصط على المكالمات التي تصدر او ترد على ذلك الهاتف اشتراه وقد فكر ان يجعله هدية لزوجته عليا فرحت المرأة الشابة بالهادية لم تكن تدري انها صارت تحمل معها اذنا لبوبكر تتيح له ان يسمع كل ما تقوله منذ اليوم الاول الذي استعملت فيه ذلك الهاتف كان بوبكر يتنصط على مكالماتها كان يريد ان يرصد ما تقوم به خلال الساعات الثلاث التي تمثل بالنسبة اليها فغرة في برنامجها اليومي ذات مكالمة هاتفية سمعها تتحدث الى شخص لم يتعرف الى اسمه كانت تقول له ان ينتظرها في المكان المعلوم وان لا يتأخر حتى لا يتفطن الاعمى كانت المرة الاولى التي سمعها تقول عنه الاعمى كانت المرة الاولى التي سمعها تصفه بعاهته لانها كانت المرة الاولى التي رصد فيها مكالمتها مع من صار واردا جدا ان يكون عشيقها بعد ذلك كان كلما رصد مكالماتها مع ذلك المجهول كان يسمعها تقول ان الاعمى لا فعل وان الاعمى قال وان الاعمى لم يحس بوبكر من قبل بألم اشد ولكنه كان يسائل نفسه لما كل هذه العدوانية من امرأة انقذها من الفقر جاءت ضعيفة فقيرة تطلب العمل في شركته فوظفها ثم لما تزوجها اخرج عائلتها من الفقر بان اشترى لها بيتا محترما وبان فتح لوالدها تجارة احس بوبكر بانه طعن من الخلف هو في عتمة ايامه يواجه الان امرأة خائنة وعاهته لا تتيح له الانتقام بطريقة كلاسيكية عليه ان يدبر الامر كان في جملة ما استنتجه انها تأتي بعشيقها الى المنزل حين يغيب ولذلك فكر في ان تكون الخطة محكمة وان يطال انتقامه عليا وعشيقها في ان واحد قال في نفسه انه لن يشرك احدا في خطته اتى بقنينة غاز وخرطوم بطول عدة امطار وطلب وضع الكل في المرأب مرت عدة ايام نحو اسبوعين ثم رتب لسفر الى هولندا للقاء بشركاء له هناك كانت السيدة منيرة هي التي رتبت السفر حجزت للسيد بوبكر تذكرة السفر وغرفة في الفندق الذي سينزل فيه في الخامس والعشرين من يونيو من العام عشر والفين وكان يوم جمعة رافقت عليا زوجها الى المطار لم تغادر الا بعد ان اقلعت الطائرة الى امستردام في الواقع كانت رحلة من الدار البيضاء الى امستردام مع توقف في مدينة طانجة خطت بوبكر ان ينزل في طانجة ولذلك لما همت الطائرة بالنزول ابلغ المضيفة بانه لن يستطيع مواصلة الرحلة الى امستردام وسينزل بطانجة وتم له ما يريد مباشرة بعد ان اتم الاجراءات خرج واستقل سيارة اجرى من باب مطار ابن بطوطة وطلب العودة به الى المحمدية وصل في حدود الواحدة صبحا دخل منزله دون ان يحس به احد توجه الى المرآب تلمس الطريق الى قنينة الغاز ربط بها الخرطوم ومضى يسحبه الى تلك النافذة الصغيرة التي تفضي الى غرفة النوم كان بسمعه المرهف قد احس بوجودها في الفراش هو يعلم انها ليست وحيدة فاخر مكالمة هاتفية لها تنصت عليها كانت مع عشيقها وقد تواعد على قضاء ليلة لن تنسى بهدوء فتح بوبكر النافذة وادخل انبوب الغاز لما احس به وقد تدلى الى غرفة النوم عاد يتلمس الطريق الى المرآب توجه مباشرة الى قنينة الغاز وادار المفتاح قليلا كان حريصا على ان لا يسمع اي صوت عاد مرة اخرى الى النافذة الصغيرة وحرص على ان تكون شبه مقفلة بعد عشرين دقيقة سمعها تكح ثم سمع وقع خطة ثم سقط الذي كان يخطو بعد ذلك تناهت الى سمعه الناتهما ثم بعد دقائق لم يعد يسمع شيئا سحب خرطوم الغاز وعاد الى المرآب فك قنينة الغاز واخذ الخرطوم القى به في صندوق القمامة لما خرج اتصل بشركة تاكسيات وبعد ربع ساعة جاءته سيارة اجرى اقلته الى منزل له على الشاطئ كان نسيم الصباح يضيف الى نشوة الانتقام طعما خاصا مكث هناك حتى حدود العاشرة صباحا ثم اخذ وجهة مقر شركته قال انه وصل لتوه من المطار طلب من السيدة منيرة ان تتصل بزوجته لتبلغها بعودته ظل هاتف علي يرن لم تتلقى منيرة ان يرد وعادت الى بوبكر تخبره هو كان يعلم انها لن تجيب قال لها ان تتصل بالبيت وتطلب من احدى الخادمات ان توقفها لما ذهبت احداهن الى غرفة النوم كان الباب موسدا طرقت ولم تتلقى ردا ولما اطلت من تلك النافذة الصغيرة ظهر لها رجل عار ملقا على الارض اتصلت بالشركة واخبرت السيدة منيرة لما ابلغته سارع بالتوجه الى البيت فتح الباب كانت بجانبه ثلاث من الخادمات سمعهن تصرخن قالت له احداهن ان بالغرفة رجل عار الى جانب ربة البيت السيدة عليا وكانت عارية هي الاخرى تظهر بوبكر بالانهيار وبانه اغمي عليه ثم لما استعاد وعيه كما توهمت الخادمات اتصل بسيدة منيرة وطلب منها ان تتصل بالشرطة لما حضر مفتش للشرطة وبعد ان تمت المعاينة نقلت الجثتان الى المستودع البلد للاموات لم يجد الطبيب الشرعي كبير عناء في اثبات ان الوفاة نتجت عن تصرب للغاز اوكل الملف الى العميد محمد بن جرير وكان معروفا بمهانيته وتجربته ودهائه بدأ باجراء خبرة اثبتت ان اي تصرب للغاز من الشبكة المنزلية لم يحدث اذ ذاك كان عليه ان يستجوب السيد بوبكر حكى انه اكتشف الفاجعة بعد ان عاد من صفره الى هولندا مر العميد بن جرير بمكاتب شركة السيد بوبكر النصراوي وتفحص دفتر مواعيده وقد اكتشف ان موعد هولندا الذي سافر من اجله في الخامس والعشرين من يونيو قد الغي كانت التحريات التي قام بها فريق العميد بن جرير قد اكدت ان الرجل غادر مطار محمد الخامس ولما اكتشف ان موعد امستردام قد الغي وبعد ان لاحظ ان الرحلة تتوقف في طنجة اتصل بشرطة مطار بن بطوطة بعد اقل من ساعة كان يتلقى الرد السيد بوبكر النصراوي نزل من الطائرة في مطار طنجة قبل ان ينتقل الى الاعتراف علم بوبكر ان الذي كانت تتخذه عشيقا حبيب قديم من حارتها